حدثنا سريج بن النعماني حدثنا ابن وهبن عن عمر بن الحارف عن سعيدي بن ابي هلال عن عمر الدمشقي عن ام الدرداء قالت حدثني ابو الدرداء انه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى عشرة سجدة منهن النجم حثنا عفان حدثنا هشيم انا داود بن عمر عن عبدالله بن ابي زكريا الخزاعي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فحسنوا اسماءكم حثنا عصام بن خالد حدثني ابو بكر بن عبدالله بن ابي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقافي عن بلالي بن ابي الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم قال وحدثنا وحدثنا هو ابو اليماني لم يرفعه ورفعه القرقساني محمد بن مصعب حنا عصام بن خالد حدثني ابو بكر بن عبدالله عن ضمرة عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فقه الرجل رفقه في معيشته حثنا ابو المغيرة حدثنا سعيد بن عبدالعزيز حدثني اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن الاعمش عن ثابت اوي عن ابي ثابت ان رجلا دخل مسجد دمشق فقال اللهم انس وحشتي وارحم غربتي وارزقني جليسا صالحا فسامعه ابو الدرداء فقال لان كنت صادقا لانا اسعد بما قلت منك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم ظالم لنفسه يعني الظالم يأخذ منه في مقامه ذلك فذلك الهم والحزن ومنهم مقتصد قال يحاسب حسابا يسيرا ومنهم سابق بالخيرات باذن الله قال الذين يدخلون الجنة بغير حساب حثنا ابو عامر حدثنا هشام يعني ابن سعد عن عثمان ابن حيان الدمشقي اخبرتني ام الدرداء عن ابي الدرداء قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في اليوم الحار الشديد الحر حتى ان الرجل لا يضع يده على رأسه في شدة الحر وما في القوم صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة حثنا ابو معاوية حدثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيسي بن سعد عن رجل حدثه عن ابي الدرداء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعطاء السلطان قال ما اتاك الله منه من غير مسألة ولا اشراف فخذه وتموله قال وقال الحسن رحمه الله لا بأس بها ما لم ترحل اليها او تشرف لها حثنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن سالمين عن ام الدرداء قالت دخل عليها يوما ابو الدرداء مغضبا فقالت مالاك قال والله ما اعرف فيهم شيئا من امر محمد صلى الله عليه وسلم ما الا انهم يصلون جميعا حثنا اسماعيل انا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن يعيش بن الولدي بن هشامين عن معدان او معدان عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاء فافطر قال فلقيت ثوبانا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقالا انا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه حثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد حدثني مولى ابن عياش عن ابي بحرية وحدثنا ابي حدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد عن زياد بن ابي زياد عن ابي بحرية عن ابي الدرداء قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انبئكم بخير اعمالكم قال مكي وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والوريق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وذلك ما هو يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل حثنا يحيى عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن ابيه عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحة على باب فستاط او طرفي فستاط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحبها يلم بها قالوا نعم قالا لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمها وهو لا يحل له حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة تحدثني زياد بن ابي زياد حديثا يرفعه الى ابي الدرداء يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالا لا انبئكم بخير اعمالكم فذكر الحديث يعني حديث يحيى بن سعيد ومكي عن عبد الله بن سعيد عن زياد بن ابي زياد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعب تحدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعدي عن معدانا عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجب احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا كيف يطيق ذلك او من يطيق ذلك قال قل هو الله احد حثنا يحيى عن سفيان حدثني سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن يزيد قال سألت سعيد بن المسيبي عن الضبوع فكرهها فقلت له ان قومك يأكلونه قال لا يعلمون فقال رجل عنده سمعت ابا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كل ذي نهبة وكل ذي خطفة وكل ذي ناب من السباع قال سعيد صدق حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن عطاء عن صفوان ابن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته الدرداء قال اتيت الشام فدخلت على ابي الدرداء فلم اجده ووجدت ام درداء فقالت تريد الحج العام قال قلت نعم فقالت فادع لنا بخير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان دعوة المسلم مستجابة لاخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دع لاخيه بخير قال امين ولك بمثل فخرجت الى السوق فالقى اباء الدرداء فقال لمثل ذلك يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد ابن هارون ويعلى قال ثنى عبد الملك عن ابي الزبير عن صفوان قال يزيد ابن عبد الله فذكره حثنا ابن نمير حدثنا مالك يعني ابن مغول عن الحكم عن ابي عمر عن ابي الدرداء قال نزل بابي الدرداء رجل فقال ابو الدرداء مقيم فنسرح ام ضاعن فنعل فقال بل ضاعن قال فاني سازودك زادا لو اجد ما هو افضل منه لازودتك اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ذهب الاغنياء بالدنيا والاخرة نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ويتصدقون ولا نتصدق قال لا ادلك على شيء انت فعلته لم يسبقك احد كان قبلك ولم يدرك احد بعدك الا من فعل الذي تفعل دبرا كل صلاة ثلاثان وثلاثين تسبيحة وثلاثان وثلاثين تحميدة واربعا وثلاثين تكبيرة حثنا وكيع حدثني زائدة بن قدامى تحدثني السائب بن حبيش الكلعي عن معدنى ابن ابي طلحة اليعمري قال قال لي ابو الدرداء اين مسكنك قال قلت في قرية دون حمصة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك الجماعة فان الذئب يأكل القاصية حدثنا ابو سعيد ايضا حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش الكلعي فذكره حثنا يزيد انا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن ابي الجعدي عن معدنى ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر ايات من اول سورة الكهف عصمى من الدجال حثنا يزيد حدثنا الحجاج بن ارطأة عن ابن نعمان عن بلال ابن ابي الدرداء عن ابيه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذاعين موجبين حثنا محمد بن يزيد انا عاصم بن رجاء بن حيوة عن كثير ابن قيص قال قدم رجل من المدينة الى ابي الدرداء وهو بدمشق فقال ما اقدمك اي اخي قال حديث بلغني انك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما قدمت لتجارة قال لا قال اما قدمت لحاجة قال لا قال ما قدمت الا في طلب هذا الحديث قال نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة وان الملائكة لا تضع اجنيحة هارضا لطالب العلم وانه لا يستغفر للعلم من في السموات والارض حتى الحيتان في الماء وفضل العلم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبي الكواكبي ان العلماء هم ورثة الانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر حدثنا الحكم ابن موسى حدثنا ابن عياش عن عاصم ابن رجاء ابن حيوة عن داود ابن جميل عن كثير ابن قيس قال اقبل رجل من المدينة فذكر معناه حثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء ابن السائب قال سمعت ابا عبد الرحمن السلمية يحدث ان رجلا امرته امه او ابوه او كلاهم قال شعبة يقول ذلك ان يطلق امرأته فجعل عليه مئة محرر فاتى ابا الضرداء فاذا هو يصلي الضحى يطيلها وصل ما بين الظهر والعصر فسأله فقال له ابو الضرداء او في نذرك وبر والديك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط باب الجنة فحافظ على الوالد او اترك حثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق يحدث انه سمع ابا حبيبة قال اوس رجل بدن نيرا في سبيل الله فسو الى ابو الضرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الذي يعتق او يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع قال ابو حبيبة فاصابني من ذلك شيء ادثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيانا عن ابي اسحاق عن ابي حبيبة الطائي قال اوصى الي اخي بطائفة من ماله قال فلقيت ابا الضرداء فقلت ان اخي اوصاني بطائفة من ماله فاين اضعه في الفقراء او في المجاهدين او في المساكين قال اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي اذا شبيع ادثنا عبد الرحمن عن معاوية يعني ابن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير ابن مرة عن ابي الضرداء ان رجلا قال يا رسول الله افي كل صلاة قراءة قال نعم فقال رجل من الانصار وجبت هذه حسنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا هشام عن قتادة عن خلايد العاصري عن ابي الضرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قطوء الا بعث بجنبتيها ملكان ينضيان يسمعان اهل الارض الا اثقلين يا ايها الناس هلموا حسنا ابو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا خالد بن يزيد عن ابي حلبس عن ام الدرداء عن ابي الضرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرغى الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومضجعه واثره ورزقه حسنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا خالد بن صبيح المري قاضي البلقاء حدثنا اسماعيل بن عبيد الله انه سمع ام الدرداء تحدث عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله الى كل عبد من خمس من اجله ورزقه واثره وشقي ام سعيد حسنا ابو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرامين حدثنا شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنمين انه زار ابا الدرداء بحمص فمكثى عنده ليالي وامر بحماره فأواكف فقال ابو الدرداء ما اراني الا متبعاك فامر بحماره فاسرج فسار جميعا على حماريه ما فلقي رجلا شهد الجمعة بالامس عند معاوية الجابية فعرفهما الرجل ولم يعرفاه فاخبرهما خبر الناس ثم ان الرجل قال وخبر اخر كرهت ان اخبركما اراكما تكرهانه فقال ابو الدرداء فلعل ابا ذر نفيا قال نعم والله فاسترجع ابو الدرداء وصاحبه قريبا من عشر مرات ثم قال ابو الدرداء ارتقبهم واستبر كما قيل لي اصحاب الناقة اللهم اللهم ان كذبوا ابا ذر فاني لا اكذبه اللهم وان اتهموه فاني لا اتهموه اللهم وان استغشوه فاني لا استغشوه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتمنه حين لا يأتمن احدا ويسر اليه حين لا يسر الى احد اما والذي نفس ابي الدرداء بيده لو ان ابا ذر قطع يميني ما ابغطه بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة اصدقى من ابي ذر حثن اسحاق بن عيسى حدثن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمني بن يزيد بن جابير حدثن زيد بن ارتاط قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فستات المسلمين يوم الملحمة الغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق حثن حسين بن محمد حدثن شريك عن عطاء عن ابي عبد الرحمة السلمي قال اتى رجل ابا الدرداء فقال ان امرأتي بنت عمي وانا احبها وان والدتي تأمرني ان اطلقها فقال لا امرك ان تطلقها ولا امرك ان تعصي والدتك ولكن احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الوالدة اوسط ابواب الجنة فان شئت فامسك وان شئت فدع حثن اسحاق بن عيسى حدثني انس بن عياض الليثي ابو ضمرة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله الازدي عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطافينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بالاذن الله فاما الذين سبقوا بالخيرات فاولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب واما الذين اقتصدوا فاولئك يحاسمون حسابا يصيرا واما الذين ظلموا انفسهم فاولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزنة ان ربنا لغفور شكور الى قوله لغوب حسنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن ابي حبيب عن سهل بن معذي بن انس الجهاني عن ابيه انه دخل على ابي الضرداء فقال بالصحة لا بالمرض فقال ابو الضرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن وان ذنبه مثل احد فما تدعه عليه من ذلك مثقال حبة من خردل حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن ابي الضرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس ثيابه ومس طيبا ان كان عنده ثم مشى الى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخطى احدا ولم يؤذه وركع ما قضيا له ثم انتظر حتى ينصرف الامام غفر له ما بين الجمعتين حدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن ابي الضرداء قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبار فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي ابي بن كعب فقلت له يا ابي متى انزلت هذه الآية قال فابع ان يكلمني ثم سألته فابع ان يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ابي ما لك من جمعتك الا ما لغيت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فاخبرته فقلت اي رسول الله انك تلوت آية وإلى جنبي ابي بن كعب فسألته متى انزلت هذه الآية فابع ان يكلمني حتى اذا نزلت زعم ابي انه ليس لي من جمعتي الا ما لغيت فقال صدق ابي فاذا سمعت امامك يتكلم فانست حتى يفرغ حثنا ابراهيم بن اسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال ابي وعلي بن اسحاق انا عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني زيد بن ارطاط عن جبير بن نوفير عن ابي الضرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغني دعافيكم فانكم انما ترزقون وتنصرون بدعافيكم حثنا زكريا بن عدي انا بقية عن حبيبي ابن عمر الانصاري عن شيخ يكن ابغى عبد الصمد قال سمعت ام الدرداء تقول كان ابو الضرداء اذا حدث حديثا تبصم فقلت لا يقول الناس انك اي احمق فقال ما رأيت او ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا الا تبصم حتى ناسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة عن زيدي بن واقد حدثني بسر بن عبيد الله حدثني ابو ادريس الخولاني عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ رأيت عمود الكتاب احتملا من تحت رأسي فظننت انه مذهوب به فاتبعته بصري فعمد به الى الشام الا وان الامان حين تقع الفطن بالشام حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئن عن ابي العذراء عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلوا الهاي يغفر لكم قال ابن ثوبان يعني اسلموا حثنا يونس حدثنا بقية عن حبيبي بن عمر الانصاري عن ابي عبد الصمد عن ام الدرداء قالت كان ابو الدرداء لا يحدث بحديث الا تبصم فيه فقلت له اني اخشى ان يحمقك الناس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث الا تبصم حثنا حسن حدثنا ابن لهيعة تحدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن ابي الدرداء انه اتاه عائدا فقال ابو الدرداء لابي بعد ان سلم عليه بالصحة لا بالوجع ثلاث مرات يقول ذلك ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال المرء المسلم به المليلة والصداع وان عليه من الخطايا لاعظم من احد حتى يتركه وما عليه من الخطايا مثقال حبة من خردل حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن جبير عن ابي الدرداء قال قال رسول صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وانا اول من يؤذن له ان يرفع رأسه فانظر الى بين يدي فاعرف امتي من بين الامام ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال له رجل يا رسول الله كيف تعرف امتك من بين الامام فيما بين نوح الى امتك قال هم غر محجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم يسع بين ايديهم ذريتهم حدثنا يحيى بن اسحاق شك فيه قال سمعت ابا ذر ذر او ابا الضرداء قال يحيى فيقول فاعرفهم ان نورهم يسع بين ايديهم وبايمانهم حدثنا يعمروا حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير انه سمع ابا ذر او ابا الضرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له في السجود فذكر معناه حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير انه سمع من ابي ذر وابا الضرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعرف امتي يوم القيامة من بين الامام قالوا يا رسول الله وكيف تعرف امتك قال اعرفهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم بسيماهم في وجوههم من اثر السجود واعرفهم بنورهم يسع بين ايديهم حدثنا ابو المغيرة حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن ابي مريم الغساني حدثنا ابو الاحواص حكيم بن عمير وحبيب بن عبيد عن ابي الضرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع رجل منكم ان يعمل لله عز وجل الف حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة فانه الف حسنة فانه لن يعمل ان شاء الله مثل ذلك في يومين من الله ذنوب ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا أغلبك كما ترقل